دلوقتي معد مجزل أهم الأخبار مع دينة تفضل دينة شكرا لك محمد ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لما وصفته باستفزاز جديد في منطقة دفن ضحايا الطعون في مدينة أوديسا لإلقاء لوم على الجيش الروسي وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزلنتساف إن هناك مخططا لقيادة إدارة أوديسا العسكرية جنبا إلى جنب مع الجيش الأوكراني لوضع مجمع دفاع جوي أو ما يشبهه في منطقة مقتضة بالسكان في المدينة بالقرب من محطة خدمة سيارات الإسعاف الإقليمية حيث يقع مكان دفن ضحايا الطعون مشيرا إلى أنه في حالة وقوع ضربة من قبل القوات الروسية فإن الجانب الأوكراني سينشر معلومات في وسائل الإعلام حول حدوث خطر بيلوجي في أوديسا متهما موسكو بذلك قال رئيس بلدية ماريبول الأوكرانية فاديم بوشينكو إن القوات الروسية ضمرت 1300 مبنى سكني شاهق في المدينة وأضف رئيس بلدية ماريبول الأوكرانية أن القوات الروسية نقلت السكان المحليين بعيدا عن المنطقة مشيرا إلى وجود عدد من الجثث تحت الأنقاض قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هابستريت إن المساشر الألماني أولاف شولز سيبحث مع رئيس وزراء سولفاكيا إدوارد هيجر الاثنين المقبل عددا من القضايا على رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن شولز سيتبادل ورئيس الوزراء السولفاكي وجهات النظر حول تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والقضايا الأوروبية فضلا على العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك أكد وزير داخلية النمسا جرهارد كارنر أن الأزمة الأوكرانية فرضت العديد من التحديات المتنوعة خاصة على الشرطة والقضاء وقال الوزير النمسوي أن الهجرة غير الشرعية خطر حقيقي وتتأثر بالفعل بالأزمة في أوكرانيا مشيرا إلى أنه في أوقات الأزمات يستغل المهربون كل فرصة وهو ما يمثل تحديا كبيرا لبلاده وإشدد على ضرورة إصلاح الخلم الجنائية وإعادة تنظيم مركز الكفاءة في مجال مكافحة الجرائم وإنشاء نقطة اتصال للجرائم الإلكترونية ندد وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن بالنشاط العسكري الصيني قرب تايوان وخلال قمة أمنية في سنغافورة قال أوستن أن هناك زيادة مضطردة في النشاط العسكري الذي وصفه بالاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان يأتي ذلك بعد تحذير نظيره الصيني من أن بكين لن تتردد في شن حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها أصدرت المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا بإلغاء شرط بدأت تضييقه منذ 17 شهرا أو منذ 17 شهرا بضرورة إجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكرونا وأوضحت أن هذا الأمر ذي وقعته مديرة المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنيسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية اعتبارا من غد الأحد أعنات الحكومة الفيدرالية الكندية أنها ستعلق اختبار الوصول العشوائي الإلزامي الخاص بفيروس كورونا للمسافرين القادمين في المطارات الكندية وقالت وزارة الصحة أنه اعتبارا من اليوم سيطلب من المسافرين غير مطلق اللقاح فقط إجراء اختبار عند دخول كندا هذا وأعنات الحكومة الكندية أنه اعتبارا من الشهر المقبل سيتم نقل جميع الاختبارات بما في ذلك غير الملقحين إلى خارج الموقع مما يعني أنه لن يضطر المسافرون بعد الآن إلى تقديم عينة للاختبار في المطار ختام موجد الثامنة فاصل ونضح حدثكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر